في حاجة غريبة جداً بتحصل في مصر الأيام اللي فاتت وهي ارتفاع سعر الدهب حاجة كده بتقولك إنه في تعويم بيحصل حاجة بتقولك إنه هم معاوموش العملة أبس واضح إنه عاوموا الدهب يعني في حاجة مش مفهومة يا جماعة الدهب بيرتفع بوتيرة خيالية ما حصلتش في التاريخ المصري قبل كده ليه بنقول الكلام ده؟ احنا لسه متكلمة على الدهب أول مبارح تقريباً استعرضت معاك الجراف كده الرسم البياني بتاع ارتفاع أسعار الدهب في السنة اللي فاتت أنا عايز أقولك إنه احنا في حلقة النهاردة عاملين رسم بياني تاني أو جراف تاني عن ارتفاع الدهب في شهر أبريل بس 2023 اللي هو حاجة مجنونة جداً ما بتحصلش في أي بلد في العالم تعالوا نشوف أسعار الدهب وصلت كام النهاردة يسجل 3200 جنيه رسمياً أسعار الدهب اليوم الجمعة 28 أبريل بعد آخر ارتفاع شاهدت استقرار ملحوظ الأول في بداية التعاملات ارتفاع الكبير اللي شاهده سعر الدهب أمس عايار 24 سجل 3200 جنيه رسمياً للمرة الأولى عايار 21 وصل 2800 جنيه وهو الأكثر استخداماً وتداولاً في مصر بدلاً من 2680 وارتفاع بارتفاع 220 جنيه وزي ما قلنا عايار 21 هو الأكثر مبيعاً طيب في منصة للصاغة اسمها آي صاغة طلب الطلب غريب شوية هنقشه مع ضيفي بعد شوية بيقول إيه آي صاغة تطالب الحكومة بالكشف عن حجم إنتاج شركات الذهب من السبائك والجنيهات طلبت منصة آي صاغة مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة بصفتها الجهة المختصة بالرقابة على الأسواق بضرورة إصدار بأن للرأي العام تكشف فيه عن إيه؟ حجم إنتاج ومدموج شركات الذهب من السبائك والجنيهات خلال الربع الأول من 2023 وبيتقول المنصة كمان أن ارتفاع أسعار الذهب بالوتيرة دي بيؤكد زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لثلاث أضعاف على الأقل وده أمر غريب جدا وفقا للعرض والطلب وده الحقيقة بيتخذ البعض زريعة لزيادة الأسعار طيب كمان آي صاغة طلبت بوقف الإعلان عن أسعار الذهب لحين ضبط السوق لا مش عايزين خلاص إعلانها الأسعار خلاص مفيش شفافية مفيش أي حاجة أسعار الذهب تتجاوز 2650 البعض يروج 2700 لعار 21 فوضى التسعير تساتر على سوق الذهب قررنا وقف نشر الأسعار لحين استقرار الأوضاع هل ده هو الحل؟ برضو ده سؤال مهم أسأله لضيفي لكن تعالوا مع بعض نشوف الذهب في شهر واحد في شهر أبريل 2023 بدأ بكام من يوم 1 أبريل ووصل كام وإحنا النهاردة 28 أبريل أسعار الذهب في مصر خلال شهر واحد زي ما حضرتك شايف كده نبدأ بيوم 1 أبريل كان 2220 جنيه بعدين 6 أبريل ارتفع لـ 2220 10 أبريل وصل 2165 14 أبريل 2285 17 أبريل 2350 20 أبريل وصل 2440 25 أبريل 2500 28 أبريل وصل 2800 ما بقيتاش عارفين هيوصل فين بعد كده هيوصل لكام؟ ده عيار 21 طبعا هيتجاوز 3000 جنيه زي عيار 24 ولا لأ أسئلة كتير جدا خليني أنقلها لضيفي اللي بنضامي لها عبر الهاتف لكن قبل ما رحب بضيفي بس خليني نتعرف على سبب أزمة الدهب ليه؟ لأنه من يحكم البلاد لديه تفسير لكل مشكلة وأيضا لديه حل هو وحده اللي شايفه الحقيقة أبريل فتاح السيسي خرج من فترة وقال لنا سبب أزمة الدهب تعالوا نسمع مع مات الدهب خلصوا عليه الخدماء المصريين للأسف فاللي موجود دلوقتي أزمة الدهب في شح لأنه الخدماء المصريين خلصوا على الدهب وبالتالي بيرتفع سعر الدهب لأنه ما بقاش عندنا دهب لأن القدماء المصريين خلصوا عليه وفقا لكلام عبد الفتاح السيسي من فترة